هل تتذكرون المحارب الشجاع تورغوت محارب السيد أرطغل الذي كان ذراعه اليمين في القتال للسيد أرطغل فقد كان الوحيد من المحاربين يستخدم الفأس في القتال بدلاً من السيف وكان مخلصاً ووفياً للسيد أرطغل فقد تربى هذا المحارب الشجاع تورغوت على يد الأم هايما فكانت الأم هايما تعتبره واحداً من أبنائها فقد نال إعجاب الملايين من المشاهدين والمتابعين لهذا المحارب الشجاع تورغوت فقد شارك الكثير من المعارك والفتوحات والغزوات مع السيد أرطغل فقد كان محارب خاص مع السيد أرطغل ورغم الصعاب التي واجهها المحارب تورغوت مثل عندما أسر عند حراس المعبد وقد كان يعطوه أعشاباً وذلك حتى يفقد ذاكرته ويصبح لهم محارباً مخلصاً لهم وذلك عندما أعجب بشجاعته وإخلاصه لسيده أرطغل مع ذلك لم ينسى تورغوت السيد أرطغل وأيضاً نال الكثير من التعذيب المحارب تورغوت وذلك عندما وقع بين أيدي الصليبيين ورغم الألم من شدة التعذيب الذي وقع به ضل صامداً وصابراً فلم يخن سيده أرطغل الآن لو قارن بين جميع محاربين عثمان مع محاربين السيد أرطغل لا ننجد محارباً شجاعاً مع عثمان مثل محارب شجاع وصبور هو المحارب تورغوت مع السيد أرطغل ولكي يصلكم كل جديد ضع لايك للمقطع واشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيه وشكراً لكم